اعلنت اليابان الاربعاء انها ستفرد مزيدا من العقوبات على روسيا في الوقت الذي تتبنى فيه طوكيو موقفا اكثر صرامة تجاه موسكو لتحذو بذلك حذو الدول الغربية ومنها حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة يوشيهيدي سوغا كبير امناء مجلس الوزراء بالاخذ في الحسبان الموقف في اوكريميا وبالتفكير ايضا في اجتماع مجموعة السبع الذي عقد خلال اجتماعات الامم المتحدة يعتبر هذا شيئا تضبن القيام به في الوقت الذي نتطلع فيه الى تعزيز تعاوننا مع مجموعة السبع وتتضمن العقوبات الجديدة حضر بعض البنوك الروسية من اصدار السندات في اليابان وزيادة عمليات التفتيش لمن يشحن اي اسلحة الى روسيا وقال سوغا انه من الممكن تخفيف هذه العقوبات في حال تعاون روسيا في حل الازمة الاوكرانية وكانت توكيو قد فرضت عقوبات على موسكو عقب ضمها لشبه جزيرة القرم في مارس لكن هذه العقوبات كانت اخف وطأة عن تلك التي تبنتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهو ما يعكس مغازلة اليابان لروسيا املا في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والطاقة محمد الجبالي رايترس